السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من كابسولات أنسبل بالعربي أهلا بكم في كابسولة جديدة من كابسولات أنسبل بالعربي في الفيديو ده هنشرح إزاي نكتب أول بلاي بوك لنا في الكورس قبل ما نبدأ الشرح هطلوا منكم أنكم تمسحوا البروجيكت ديركتوري الحالي من على الكنترول نود وتعملوا كلون للبروجيكت ديركتوري الخاص بالكورس من على جيت هب لأن علي حاجات جديدة هنستخدمها النهاردة في الشرح هتلاقوا كومند الكلون في الفيديو ديسكريبشن تحت خلوني أعمل كده على الكنترول نود دلوقتي وأنا روت هريموف الدييركتوري أنسبل-ar تحت أهم أنسبل user هسويتش الuser أنسبل وهران get clone command هفرify cd ansible-ar-ls تمام زي ما قلنا قبل كده في الفيديو النظري في أول الكورس الplaybox هي عبارة عن أنسبل configuration و deployment و orchestration language الplaybox بيوصف الpolicy اللي احنا عوزين ننفرسها على remote systems أو الmanaged nodes أو الsteps عمتا في ال-IT process الplaybox designed إنها تبقى human readable وdeveloped ب basic text language الplaybox عبارة عن مجموعة من الplays كل play بيحتوي مجموعة من ال-tasks اللي بتستخدم أنسب الموديول علشان تنفذ المطلوب منها كل play لي header بيحدد ال-tasks اللي هترن على أنه hosts الplaybox غالبا بتبقى مكتوبة بيميل بس ما وقد تكتب languages تانية زي ما قلنا قبل كده مثال تشبيهي خليك تتصور يعني ايه playbook زي مثلا فريق كرة القدم فيه كذا player البلاير الاولاني دوره يبقى مهاجم وده لي tasks معينة في خط الهجوم البلاير التاني لاب خط وسط وده لي tasks تانية بلاير التالت مدافع وده لي tasks تانية وهكذا يلا نشتغل على اللاب خلوني الاول اضبط شوية حاجات على ال-shell اللي انا اشغال عليها وممكن تعمله زيي لو حابين طبعا انا على ال-control node وتحت user ansible وتحت ال-project ansible-ar هامل ال-alias ده ال-alias tp equals time space ansible-playbook ال-alias ده هيعمل لاختصار tp هستخدمه في الكورس انا بحب ارن time مع ansible playbook command لانه يهمني اعرف الوقت اللي اخده ال-playbook علشان يرن قد ايه بس ممكن انتم ما تعملوش ال-alias ده براحتكم وتشتغلوا بansible playbook command على طول هستطب vim خلوني اعمل clear the screen هامل edit the file في ال-home directory بتاعي اسمه dot vim rc وهانسيرت جواه ال-data دي auto cmd file type yaml set local aits equal to sw equal to et هسيف الفايل ده بالcontent اللي انا لسه كتبها دلوقتي كده انا خلصت التجهيزات قبل كتابة البلاي بوك خلونا نفتكر مع بعض اول ad hoc command جربناه في الكورس وزي نحوله لplaybook اول ad hoc جربناه في الكورس كان ansible all-i inventory-m command-a id capsule زي ما شايفين على الشاشة خلونا نرن الكومنت ده ونشوف الاوتبوت بتاعه طبعا هو رن على النوت اللي موجودة في ال-inventory-file وهما دلوقتي عبارة عن ansible 1 وansible 2 والstatus failed يبقى ال-user capsule مش موجود على النوت ansible 1 وansible 2 طيب خلينا نحاول ad hoc command ده لplaybook زي ما شايفين هنعمل edit للفايل اسمه firstplaybook.yaml باستخدام vim vim firstplaybook.yaml قبل ما نشرح البلاي بوك ده هفكركم بyaml language اللي هنكتب بيها البلاي بوكس في yaml في حاجة اسمها indentation وهي اللي بتحدد العلاقة بين parent والchild objects اللي بتبقى موضحة بkey colon value زي كده مثلا key colon value ال-data elements اللي في نفس المستوى في الهيراركي لازم يكون لها نفس ال-indentation زي name, hosts, tasks ال-items اللي بتبقى عبارة عن children أو properties بتبقى indented more than the parents زي ما نشايفين هنا ال-indentation أو المسافات الابتدائية بتبقى عبارة عن spaces tabs are not allowed من فاشل استخدم tabs وعلشان كده انا عملت edit للvim rc file اعملت convert the ts أو tab space بtwo spaces يلا نشرح البلاي بوك ده بعد ما تعرفنا سريعا واختصار شديد جدا على لغة yaml البلاي بوك first playbook.yaml بيبدأ بثلاثة dashes أو hyphens في الأول ممكن ينتهي بثلاثة dots انا هنا مش ضعيفهم مش شرط مش مشكلة الساطر اللي بعد three dashes dot لازم يبدأ ب dash انا بعد كده حطت كلمة name و colon علشان اعرف اسم اول playbook عندي طبعا مش شرط ان انا اذكر name بس ده بيبقى تنسيقيا كويس جدا وبيظهر لي اسم playbook اللي بيرن في ال output هتلاحظوا كلمة name بعد مسافتين وده اسمه اللي اتكلمنا عليه قبل كده الساطر اللي بعد كده هتلاحظوا مكتوب كلمة hosts وهنا بديفاين اللي هرن عليها البلاي ده وفي الحالة دي البلاي هيرن على كل ال hosts بعد كده اللي هترن جوه البلاي ده برضه زي ما انت شايفين البادئ من تحت كلمة tasks داش و name colon علشان تساهل علي اعرف ال task اللي شغاله ايه في الحالة دي check capsule user بعد كده الموديول اللي هيرن وفي الحالة دي انا بستخدم command module وهكتب بعد ال colon ال comment اللي انا عايز ارنه على ال hosts وفي الحالة دي ال command هو id capsule الثلاث سطور اللي بعد كده هشرحهم بعدين في الكورس مسحاليا وممكن باختصار شديد جدا اوضح لكم ان فايدتهم يعرضوا لي ال output على الشاشة كده البلاي بوك خلص ممكن زي ما قلت لكم احط ثلاث نقط في الآخر خالص او اشيلهم زي ما انا حابب لانهم مش شرط انهم يبقوا موجودين خلوني اعمل comment للثلاث سطور دول قبل ما ارن البلاي بوك firstplaybook.yaml هساف هكتب الاليس بتاعي tp اللي هو time command ويبعدي anspel-playbook انتو طبعا ممكن تكتبوا anspel-playbook على طول لو مش هتستخدموا الاليس وبعد كده playbook name firstplaybook.yaml enter هيظهر لي اول حاجة اسم ال play اللي بيرن طبعا انا كنت معرف description او الاسم الخاص بال playbook ده our first adhob command in a playbook في playbook firstplaybook.yaml تاني سطرة عبارة عن تاسك هترن وهنا ال default ان في تاسك اسمها gathering facts بترن على المانرت nodes في الحالة دي المانرت nodes anspel 1 anspel 2 هنشرح فائدة ال gathering facts دي بعدين بعد كده اول تاسك حقيقية في البلاي بوك وهي check capsule user هتلاقوا ال manage nodes anspel 1 anspel 2 ردت علي بfatal والstatus failed id capsule no such user بعد كده play recap وهنا بيوضح لي كل node ايه اللي حصل عليها كويس وعدد ال tasks اللي رنت تمام وال nodes changed ولا لا النود reachable ولا لا وال failed nodes وشوية حاجات تانية هنشرحها بعدين كده احنا بالفعل كتبنا اول playbook لنا للناس اللي مش حابها تستخدم الاليس ممكن ترن anspel-playbook وبعد كده اسمل playbook firstplaybook.yaml هجربوا برضو معاكم نفس ال outputs ظهر لي طبعا باستثناء ال time اللي اخدوا ال comment ده علشان يرن طيب ما تخلونا نجرب نcreate capsule user على anspel-one node ونررن ال playbook ده هنستخدم adhoc comment علشان نcreate capsule user على anspel-one node خلونا clear ده ال adhoc comment اللي هرنه علشان نcreate user capsule على anspel-one node anspel-one-m user-a name equal capsule state present anspel-one changed user كده created خلوني ارن playbook firstplaybook.yaml ونشوف النتيجة هتتغير ولا لا ولا ايه اللي هيحصل هنرن tp firstplaybook.yaml النتيجة اختلفت وظهر لي تحت check capsule user changed ونود anspel-one والstatus في play recap anspel-one اتغيرت بقت changed equal one في حالة زي كده ما ظهر ليش ايه اللي حصل على anspel-one node ايه اللي changed عشان كده انا ضفت السطور التلاتة في firstplaybook.yaml علشان تظهر لي output اكتر على الشاشة خلوني اعدت firstplaybook.yaml تاني واعمل uncomment لاخر ثلاث سطور register variable اسمه id output واستخدم ال debug علشان يديس بلي variable id output على الشاشة هرن tp first playbook.yaml لو لاحظتوا ال output تغير وظهر لي ال task الخاصة بال debug وظهر لي ايه اللي حصل على anspel-one node وفي line في الاخر بيظهر لي ال id الخاصة بال user capsule طبعا ال output ده منسجل تحت variable id output كلام ده هنتكلم عنه بعدين في الكورس ان شاء الله تمام طيب انا عملت create لليوزر ب ad hoc command ممكن عمله عن طريق playbook او طبعا يلا بينا نعمل playbook جديد خلوني clear screen هعمل edit لفايل اسمه create user dot yaml نفس الطريقة او playbook three dashes or hyphens بعد كده dash space name colon create user capsule on anspel 2 node hosts تحت كلمة name بعد كده colon anspel 2 tasks اللي هترن تحت play ده اول task اسمها create capsule user هستخدم الموديل user واسيب مسافات ستة مسافات name colon capsule ده اسم ال user state present طبعا الثلاث سطور اللي انتم عارفينهم واستخدمناهم ابل كده في first playbook dot yaml register variable اسمه user create var واستخدم debug module كتاسك جديدة علشان تعملي display لvariable user create var خلوني اضيف الثري دوتس هنا في البلايبوك ده واعمل save هرن البلايبوك create user dot yaml استخدم tp alias زي ما نشايفين اسم ال play اللي اشتغل عندي دلوقتي والتاسك default gathering facts اشتغلت على anspill 2 manage node التاسك التانية create capsule user وظهر لي changed anspill 2 والتاسك التالتة الخاصة ب debug module اشتغلت تمام على anspill 2 define user create var variable وحطت قوة details الخاصة بال user capsule will state present بعد كده play recap anspill 2 اوكي ترن عليها تلاتة تاسك changed تمام unreachable لا وهكذا وطبعا ال time الخاص بال playbook ده اخذ وقت تأديه علشان يرن طيب لو عملت الرن لfirstplaybook.yaml تاني هيبقى النتيجة خلوني اعمل clear the screen ورن tp firstplaybook.yaml زي ما نشايفين play run تمام بدأ بgathering facts على anspill 1 وanspill 2 وعمل check capsule user والtwo nodes changed وال debug module اشتغل وقبل الoutputs من anspill 1 لid output variable والcontent سطر الخاص بid capsule وبرضو على anspill 2 نفس القصة من variable id output والdetails الخاصة بالuser capsule والplay recap لanspill 1 وanspill 2 ملحظات سريعة ممكن اverify البلايبوك syntax باستخدام anspill playbook syntax check خلونا نقرب command زي ما نشايفين alias tp firstplaybook .yaml .syntax .check رانو مش هعمل حاجة غير انو هيرن syntax check على playbook firstplaybook ويطلع لي لو في اي مشكل اقدر اعمل dry run مستخدام مستخدام c capital زي ما نشايفين tp firstplaybook .yaml dash c capital ولو لاحظتوا message skipped running in check mode وهنا skipped equal one مش كل الموديلز بتخليك تعمل dry run فاتأكد كويس في الموديل documentation من حاجة زي كده clear the screen لو عايز تانكريز الفيربوزيتي الخاصة بال output ممكن استخدم dash v لحد 5 v's وترن هيظهر لك data كتير جدا ما اعتقدش انكم هتحتاجوها في بداية حياتكم مع ansible انا جربت معاكم two simple ad hoc comments وعملنا play box الخاصة بال ad hoc comments دول هسيبكم تجربوا براحتكم لو حابين تحولوا ال ad hoc comments اللي شفناها قبل كده في الكورس وتحاولوا تعملوا play box الخاصة بيها افتكروا اللي بيحصل الوقت مع run play book اول حاجة بتبدأ حاجة اسمها fact gathering تاني حاجة task execution تالت حاجة play recap انا مجهز لكم homework علشان تكتبوا play book هتلاقوا ال homework موجود في فايل اسمه homework1.txt همن لو cat writing a play book مطلوب منكم تكتبوا play book بيماتش المطلوب هنا طبعا تقدروا تستخدموا ansible-doc لو محتاجين play book هيبقى مطلوب منه انه ينستل ويستارد وينابل httpd service على كل المانجد نود run play book وشوف اللي هيزهر ورنه كزا مرة وشوف اللي هيزهر بعد كده كده احنا خلصنا الجزء الخاص بكتابة اول play book استنوني في الفيديو الجاي من كورس ansible بالعربي وما تنسوش تعملوا share للفيديو مع كل اللي مهتم يتعلم ansible واشوفكم في فيديو جديد قريب جدا ان شاء الله سلام